اشتركوا في القناة او تروم تعزيز علاقات التعاون بين الخطوط الملكية المغربية وشركائها المميزين في السنغال اذ يتعلق الامر باتفاقيات مربحة للطرفين ستتيح للخطوط الملكية المغربية تقديم مزايا للشركاء الذين سيساهمون بدورهم في تحسين صورة الشركة الوطنية فضلا عن تطوير انشطتها في السوق السنغالية افتتحت بمراكش اشغال اجتماع التجامع الافريقي لوزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية للدول الافريقية 54 الاعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين وذلك تحت شعار نحو افريقيا صامدة اللقاء الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة المالك محمد السادس يمنح الفرصة لتحليل التحديات المطروحة على البلدان الافريقية وتبادل حول السبل الكفيلة بمساعدتها على مواجهتها افد المندوب السامي للتخطيط السيد احمد الحليمي بان المندوبية السامية للتخطيط تسعى ضمن برنامج عملها للفترة 2022-2025 اعتماد النموذج التنموي الجديد كمرجعية استراتيجية لتنزيل وتحليل اهداف التنمية المستدامة في السياق الوطني واوضح السيد الحليمي ان البرنامج العالمي لاهداف التنمية المستدامة شكل منذ سنة 2015 في نسخته الاممية والافريقية شكل الاطار المرجعي لتقييم الدوري لانجازات بلدنا بخصوص اهداف السياسات العمومية المرتقبة وتشكل اهداف التنمية المستدامة نموذجا حقيقيا للتنمية بالنظر لمقاربتها المندمجة للاستدامة فيما يدين النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي وحماية البيئة نهاية النشرة الاقتصادية لليوم شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة في امان الله اشتركوا في القناة